السلام عليكم وصلى الله على رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام استغفروا الله في التعليقات وصلى على الحبيب البكي طيب صوما مقبولا وإفطارا شهيا ورمضان كريم النهاردة أصحابي هنعمل وصفة مميزة سهلة وسريعة وجبة فطور أو غدا في الأيام العادية صنية دي جايك كده مع البطاطس مشوية في الفرن تحفة طبعا الطريقة دي على الطريقة السورية اللي هو بيسموه الفروج المسحب بالفرن تحية لكل أهلنا في سوريا أكيد لايك وشير واشتراك يلا بسرعة خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة سمينا بسم الله أصحابي معايا التوابل كزبرة بهارات الماجي زعتر ملح فلفل توم بودر بابريكا ورق لورة وهيل مطحونين معنا ربع كوب من الزيت الزيتون أو الزيت العادي ومعايا معلقة خل أبيض كبيرة ومعايا معلقة توم ومعايا الدبس الفلفلة كنا عملنا قبل كده مع بعض في القناة اللي مش متوفر عنده ممكن ياخد حبة فلفل أحمر حلو ويدربها مع الخليط مفيش أي مشكلة ومعايا معلقة كبيرة هرمية من معجون الطماطن هنحط كل المكونات في إبريك الخلط عشان نتأكد إن كل المكونات واندمجت ومعايا أكيد زعتر كمان وهضيف التوم معلقة صغيرة وهنزل كمان بدبس الفلفلة ومعجون الطماطن لو سمحتوا جماعة لنسى اللايك يحط اللايك أنا بذكركم بس عشان يرفع الفيديو الفيديوهات بتاخد وقت في التصوير والحر والصيام فأقلت دعما للقناة حط اللايك يعني مش هنخسر حاجة يعني وجزاكم الله خيرا هنا زي ما انتم شايفين أضفت كل المكونات في إبريك الخلط واللي ما يريد إبريك الخلط ممكن نتضربهم بأي مضرب يدوي كده بحيث كلهم تندمج يعني وهضيف عليهم نص كوب من الماء العادي هضربهم كويس قوي في الخلط ونرجع هنا أصحابي معايا دجاجة وزن كيلو متين شلت السلسلة بتاعت الضهر نتخلص منها وهبدأ أفتح كده السدر وبحيث تتفتح معايا الدجاجة طبعا الدجاجة مخصولة قبل كده ومنقوعة ومصفينها تماما وهنا هعمل فيها فتحات وهجيب تيشو برضو كيلينيكس بس الجزء ده تقطع مني في الانحزف يعني في المونتاج وهجففها أول تماما قبل ما حط عليها الخلطة هنا بعد ما خلطت الخلطة وجففت الدجاجة تماما هناخد الخلطة ونسيب منها كوب لأن الكوب ده هنستخدمه بعدين مع الخضار اللي هنضيفه مع الدجاجة طبعا الدجاجة هنعمل لها مساج وندخل لها الخلطة الحلوة دي داخل الجلد وتحت الجلد وما بين اللحمة والجلد يعني نشبعها هنعملها مساج كده محترم عشان تتشرب كل التدبيلة بتاعت الدجاج بتاعت الخلطة هنا أصحابي بقى قدامكم اختيار لو ما عندكيش وقت أقل حاجة ساعتين في البراد أو التلاجة تخلوها لو عندكم وقت أنا كنت تتبلتها بعد الصحور أو قبل الصحور يعني وهسيبها بقى للفطار تاني يوم إن شاء الله تعالى يعني إما تتبليها من قبل بليلة أو ساعتين أقل حاجة لو ما عندكيش وقت أنا أصحابي الخضار اختياري بقى يعني تحبوا بطاطس بس تعملوا ميكس بطاطس وجزر وفلفل وبصل أوكي أخدنا الكوب من الخلطة بتاعت التدبيلة واللي خلناه جانبا وهنفرج بالدجاج الخضار عشان يدينا طعم طبعا هم أصلا في سوريا بفضلوا معاها البطاطس والجزر والمشروب اللي هو الفطر ده أساسي مع الفروج المسحب لكن طبعا هي الأكل أزوائي يعني أنتوا تحبوا تعملوا أي تعديل أو نوع واحد فقط بس بالبطاطس برحتكم هنا بقى هناخد الدجاج اللي تبناها وهنضفها فوق الخضار وأحط رشة سماء كده خفيفة على وجه الدجاج أكيد هتديله طعم حل ولون كمان إن شاء الله وهضيف مع الخضار ورق لورة وأعواد من الإرفة طبعا بقى الريحة مش هقدر أصفها لكم وهي داخل الفرن كانت يعني مش وصلت للجران لا لجران الجران كانت الحاجة رهيبة يعني هنا أصحابي زي ما أنتوا شايفين هنغلف الدجاجة بالسيلفر أو الألمونيوم فايل ونحاول نقفلها تماما عشان ما يطلعش منها أي بخار مية هنقفلها أنا هقفلها طبقتين كده عشان نكتم كل بخار المية والدجاجة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني تستوي تستوي يعني تكون يعني العظم منزوع من اللحم يعني هنا أفلناها أصحابي الفرن كنت سخنته مسبقا هندخلته على فرن ساخن أنا حطيت على درجة حرارة 200 أسفل وأعلى وشغلت المروحة عشان يعني تستوي من أسفل ومن أعلى مع بعض يعني هنا بقى هتاخد تقريبا يعني دي وزن كيلو ومتين هتاخد تقريبا ساعة ونص ههو زي ما أنتوا شايفين على درجة حرارة 200 أسفل وأعلى مع بعض أخدت ساعة ونص ونشوفها بعد ساعة ونص نرجع لها طبعا هنقفل ونشوف بعد ساعة ونص إيش اللي هيصير هنا أصحابي بعد ساعة ونص رجعنا لها هنبدأ نشيل الألمونيوم فويل أو السيلفر وهنبدأ نشوف في استوت والوضع كيف ريحة أصلا مش قادرة أصف لكم تبارك الرحمن ريحة غير طبعية الخضار مع الخلطة بتاعت بلت الدجاج فظيعة يعني فظيعة بمعنى كلمة فظيعة ريحتها ما شاء الله تبارك الرحمن حاجة كده رهيبة يعني والواحد كان صايم بقى وجعين يعني الله المستعين شايفين يعني شكشكة الخضار أصلا خلاص استوى ما شاء الله تبارك الرحمن الدجاجة استوت أهي يعني تحفى هنعمل إيه بقى دلوقتي الحين هطفي من أسفل وأخلي من أعلى فقط لأنه خلاص الدجاجة والخضار استوى هنا بقى وهاخد شوية من الصوص اللي هو بتاع المرأة بتاع التدبيلة وأدهن به الدجاجة وشغل من أعلى بس عشر دقايق ربع ساعة كل واحد حسب قوة الفرن اللي عنده حتى تتحمر تماما وتاخد اللون بقى اللي تحبوه تحبوه أشقر تحبوها غمقة يعني اللون ده بقى حسب حرية كنتي الشخصية أهي بدأت تتحمر بس هي محتاجة كمان حوالي خمس دقايق كمان فهسبها كمان خمس دقايق تتحمر بس شايفين بقى ما شاء الله تبارك الرحمن الريحة وشكلها ما شاء الله تبارك الرحمن يشهي وكان طعمها في الفطار عملنا معاها شوية صلطة وشوية روز بسمتي أبيض مع الزبيب كده كانت فاخر من الآخر ده كان فطارنا اليوم أهو شايفين أنا سبتها تتحمر كمان خمس دقايق شايفين اللون اللي أخدته كمان الإضاءة الظلمة مش عارفة الرنج لايت يعني بيخلي الألوان غريبة مش عارفة ليه يعني يلا الله المستعين هي طبعا سخنة جدا لسه بقى تقريبا حوالي نص ساعة على الفطار بس مش قادرة الواحد يمسكها لأنها لسه سخنة سخنة يعني هي زي ما انتوا شايفين عايزة جيب سكين وأوريكم الخضار قد إيه دايب دايب بس على الرغم أنه هو دايب شايفين البصل محافظة على شكله البطاطس محافظة على شكلها ودايبة ما شاء الله وهوريكم برضو العظم يعني عشان تعرفوا أن الدجاجة خلاص يعني العظم يعني مش مستحمل مجرد ما بنشده بيطلع على طول مباشرة يعني الدجاجة استوت على الآخر إن شاء الله هكتب لكم المأدير كلها والتدبيل فيه سندوق الوصف أنت بخلوش علينا باللايك والشير السلام عليكم